اشتركوا في القناة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلى لهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم نهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من دونه من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من كمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم وآية له الليل تسلخ منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العردون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تبرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في البلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسأ نغرقهم فلا صدق لهم ولهم يوقعون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم فقوم بين أيديكم وما فرقكم لعلكم فرحكم وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنبقوا بما أغزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأنبقوا بما لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا القعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه فهم يقصيون فلا يستطيعون ترسيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا قلوا من الأجنات إلى رفهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا آذى ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا يتمعوا لدينا محضرون فليوم لا تظلم نقصوا شيئا ولا تجسوا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتحون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاوها الأوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاه لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يرسلون ولو نشاه لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مقيا ولا يرجعون ومن معبره أكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وحيا مغلا منه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفى القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رفوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آجة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم تنصرون فلا يحزن فقولهم إلا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من رفاق فإذا هو قصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي ربيل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر نارا فإذا أنكم تنصرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقاتل على أن يقوم لهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اشتركوا في القناة